هذا دانجو جينيش من مدينة بون عمره 24 عاما إنه شاب عصري من سكان المدن ولم يصبق أن امتلك سيارة التنقل بين المدرسة والبيت كان سهلا بفضل المواصلات العامة كما أني وفرت مالا ولكن منذ أن بدأت بالعمل وصار علي التوجه إلى أماكن تصوير مختلفة مع أمتاعة كثيرة بات الأمر معقدا خاصة وأن القطارات لا تذهب إلى كل موقع المهم بالنسبة لي هو أن تكون التكلفة منخفضة مواصفات السيارة هامة أيضا ولكن كطالب لا أمتلك الكثير من المال لذا سأختار سيارة صغيرة وتحديدا لهذا النوع من الزبائن أطلقت شركة سيات سيارة مي النموذج خمسي الأبواب منها متوفر في ألمانيا بسعر 9700 يورو أما السيارة التي نختبرها والمزودة ببعض الكامليات فسعرها 11000 يورو حان الوقت ليلتقي تنجو بالسيارة طبعا يجب أن تكون جميلة ليست رولس رويس لكنها تف بالغرض تماما ومن الداخل بالنسبة لهذه الفئة من السيارات فإنسيات مميزة بلوحة المفاتيح وناقل السرعة والأزرار عصرية موجهة لفئة الشباب هكذا يبدو من خلال المعلومات على شاشة نظام الملاحة وحتى بالنسبة للراحة والتساع المكان تبدو هذه السيارة الصغيرة مثالية والمسند الخلفي مريح وماذا عن صندوق الأمتعة؟ هل يتسع للكاميرا وبقية العدة للشاب الذي يعمل في الإعلام؟ لحسن الحظ يمكن طين مقاعد الخلفية ببضعة حركات وهكذا يتسع حيز الأمتعة لحوالي 650 لترا والخلاصة؟ أنا راد عنها والآن لنرى قدرة المحرك نختبر نموذج البنزين الأقوى بسعة لتر واحد وقوة 75 حصانا سلوكها أثناء القيادة يعجبني جدا التوجيه مباشر ونقل الحركات سهل تماما قيادتها ممتعة السرعة القصوى تصل إلى 172 كم في الساعة ولكن التصارع من 0 إلى 100 كم في الساعة يستغرق أكثر من 13 ثانية مضمار هذه السيارة الأنسب هو طرقات المدينة وهنا تقنعك برشقتها ناقل الحركة يدوي بخمس سرعات وهو متوفر بنموذج أوتوماتيكي كما يتوفر فيها نظام تشغيل وإيقاف أوتوماتيكي النظر إلى الخارج بالنسبة لساقسية جيد جدا تعجبني نوافذها الكبيرة التي تمكنني من رؤية كل شيء نظام التشغيل والإيقاف أوتوماتيكي يعجبني كثيرا لأنه يوفر الوقود لكن استهلكت الآن حوالي 5.7 لترات في حين تقول سيت إن استهلك السيارة 4.2 لترات ومعها سأودع التنقل بالقطارات والبصة نظام التنقل بالنسبة لتراتيكي اشتركوا في القناة